موسيقى أن هؤلاء منهم كثيرون ليسوا قلة كثيرون من هؤلاء أخبروا عن أشياء لا يمكن أن يخبر عنها إطلاقا من منظور مادي رجل مسجن على ظهره في حالة وعي ليس في حالة موت إتلينيكي ليش طيب حتى لو كان وعيا بس هو ميت المؤشرات الحيوية كلها زيرو ميت لا حتى لو كان وعيا لا يمكن أن يخبر عنها ليش تعرفوا لي ماذا لأنه يوصف الأشياء من نقطة مرتفعة يصف الأشياء من نقطة مرتفعة بعضهم وصفها المستشفى نفسها من نقطة أعلى من كل المستشفى البروفيسور ميلفين موريس هذا أستاذ جامع بروفيسور في طب الأطفال وعمل دراسة مع ثمانية من زملائه العلماء لفترة طويلة دراسة معتبرة دراسة معتبرة نشرتها الدورية الأمريكية لطب الأطفال لطب الأطفال ذكر فيها أمرين عجيبين الأمر الأول يحكيه عن زميلته في الدراسة كيم اسمها كيم مكلارك كيم مكلارك سيدة كيم مكلارك طبيبة لكن مختصة في العلاج النفسي لهؤلاء المصدومين ولهؤلاء يعني طب الصدبات مختصة في العلاج النفسي لهم تحكي السيدة كيم مكلارك عن مريضة ذهبت إليها في المستشفى هناك لكي تعالجها لأنها أصيبت بأزمة قلبية حادة وفارقت الحياة كلينكيا وعادت بعد أسبوع وعادت بعد أسبوع شيء غريب فتريد أن تؤهلها من جديد نفسيا تقول السيدة كيم مكلارك الذي أدهشني وحيرني أن المريضة لم تكن معنية بقدر لا قليل ولا كثير بنصائحي لم تكن تلتفت إلى نصائحي كانت مشغوفة جدا ومدفوعة أن تحدثني عن تجربتها المثيرة فأتحت لها المجال قالت لها لقد خرجت من بدني ماذا؟ قالت خرجت من بدني ووصفت أشياء دقيقة كان يقوم بها فريق الإنعاش فريق الطبي الذي يريد أن يعيشها وصفتهم بدقة أكثر من هذا حتى تقطع الشك باليقين قالت لها حلقت في السماء رأيت المستشفى كله وكل ما حوله كنت إلى حدود بحرية كاملة ورأيت في الطابق الخامس عشر الذي عرضت هنا بعد أن مكتبك فيه قالت لها شباك مكتبك فوقه مصطبة في المصطبة فردت حذاء موجودة هناك رأيتها ماذا؟ ماذا؟ الدكتورة لم تكذب خبراً هي طبعاً الآن هي أنعشت وليساً في السرير لا خرج ولم تذهب أي متر طبعاً هذه يحتاج إلى وقت حتى تستعيد حالاتها الطبيعية فقامت الدكتورة صعدت إلى مكتبها في الطابق الخامس عشر من المستشفى فتحت لم تجد تحت إصرار المريضة تشبثت تسلقت قليلاً ووضعت يدها في المصطبة فإذا فردت حذاء قطيع هي بالضبط هي التي رأيتها بارني كلارك حدثتكم ربما قبل سبع ثمان سنوات أول منزوع له قلب صناعي بارني كلارك بارني كلارك حدثت له هذه الحالة تماماً لم يصف فقط لهم وقد كان ميتاً كلينيكياً لم يصف لهم ماذا كانوا يفعلون وماذا قالوا فقط بل وصف لزوجته وكانت هي في الكاردور ليست في غرفة العمليات في الخارج وصف لها بالضبط ماذا فعلت وماذا قالت وبماذا كانت تنعي حظها وتؤمن لزوجها بين الموت والحياة ترى ربما يغادر استغربوا مثل هؤلاء بالألوف الذين يصفون أشياء ومن أعلى نقطة على فكرة نقطة وصف الأشياء من أعلى نقطة مرة أخرى بين قوسين نقول لا يمكن لمن كان حياً بكامل وعيه مسجاً على سريره أو محفة طبية أن يصفها ولا بتقدروا في أي وحد فينا بيقدروا هو مسجاً هيكاً يصف هذا المسجد من أعلى نقطة فيه مثلاً ويصف من فوق مستحيل هم يفعلون هذا إذن فعلاً هم خرجوا من أبدانهم وهذه الأشياء التي خرجت وقطعة ليست الجزء المادي الجزء المادي تحت مبضع الجراحين وتحت أدوات المنعشين حقاً الماء الملح المبرد وحقاً الأدرينالين وأمثال هذه الأشياء يعبثون به يحقنونه وجهاز أيضاً الصدمات الكهربائية ضغطات الصدر هذا هو البدن أما النفس التي زائلت هذا البدن وهي ترى ترى بدنها وتستغرب من أنا إذن وما هذا وتفهم في لحظة وتفهم في لحظة إذن أنا حقيقتي ذات الحقيقية هي هذه التي خرجت وليست هذا الثوب الذي نزع هذا الثوب منزوع يا حسرت يا حسرت يا خدم الجسم كم تشقى بخدمته تطلب الربحة مما فيه خسرانه أخبر على النفس واستكمل فضاء إلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه نضيعين حياتنا من أجل الجسم وتدريبات وقيم ناستك وجمال ولباس والجسم فقط الجسم أين حظ النفس؟ أين حظ الروح النفخة الإلهية نفقت فيه من روحي؟ أين حظ الذات الحقيقية فيك؟ ضيعتها من أجل هذا البدن أكله شربه شهواته وجنسه وخلام فارغ وعدوانه وغضب من أجل هذا الجسد هذا المسجل ثوب يرمى هذا في الأرض وذاتك الحقيقية التي تجتمل على الممرز الذكريات وعا الوعي وعا الشعور بذاتها تجادل كل نفس عن نفسها عن ذاتها يوم تأتي كل نفس تجادله شيء غريب هذه الذات موجودة هي هذه التي تخرج لا يريد هؤلاء العلماء الماديون أن يعترفوا بالحق غيرها وغيون يحدثونك كيف استحثاث التجربة لا بأس استحثوها كهربيا وعصبيا ما عندنا مشكلة يحدثونك عن سبب هذه الهلوسات لكن لا يحدثونك عن هذا الضرب من الوعي المفارق غير المحايث وعي منفصل ما يسميه البروفيسور البريطاني الشهير طبعا شيلدريك العاقل أو الوعي الممتد وطبعا هو رجل ليس متدينا يقول لك أنا أدخل الدين لا علاقة لي بالدين أنا عالم ويتحدى اقرأوا وأنا أنصح اقرأوا كتب لبروفيسور شيلدريك سوف تجدوا إن قرأتموها العجب سوف تجدوا إن قرأتموها العجب الرجل يتحدث عن فعل وعي مفارق وعقل مفارق لا تحده الأمكنة والفضاءات ويجول بينها بحرية ماديا هذا غير مقبول وغير مفهوم لكن بالنموذج اللهوتي بالنموذج الروحي نسمى النموذج النفسي نموذج الموراء المتافيزيقي هذا يفهم يصبح مفهوما تماما فينا جزء مفارق جزء غير محايث واضح يا إخواني حالات غريبة إحدى الحالات التي وثقتها دراسة هولندية علمية محترمة نشرت أيضا في لانست الدورية الطبية الشهيرة عالميا نشرت في لانست هذه الدراسة العلمية الولندية إخواني استمرت لمدة ثلاثة عشرة سنة ثلاثة عشرة سنة في عشر مشافي أو مستشفيات كم درسوا من الحالات كم درسوا من الحالات هذه الدراسة باختصار ويمكن الوصول إليها على انترنت موجودة بفضل الله هذه الدراسة تقول لك باللسان القاطع أو بالدرس القاطع التفسير المادي لهذه الحالات غير معقول لا يفسر أشياء كثيرة لا يفسر أشياء كثيرة نحتاج إلى تفسير أكثر صدقية أكثر مرونة من الحالات الموثقة في الدراسة الهولندية حالت ذلك المريض المسن الذي بعد أن عاد إلى الحياة بعد أيام أيضا بضعة أيام فوجئ طاقمه الطبي والإنعاشي بأنه أحدثهم بدقة عما كانوا يفعلونه في لحظة موته سريريا كان ميتا سريريا حالة موته وقال لهم الطبيب فلان الفلاني هو الذي خلع طاقم أسناني أصطناعي وأعطاه للممرضة الفلانية ووضعته في المكان الفلاني هنا أدركوا أن الموضوع جد ليس هذه الوساة هذه ما هي الوساة هذا موضوع جد إذن هناك جزء مفارق من هذا الإنسان الميت كان يراقب المشهد تماما وسجله ووثقه ماذا نفعل بهذا؟ هذا الوساة واستحثث الهيبوكامبوس هذا كله لا يفسر الله يخليكم نحترم العلم نحب العلم والعلم طبعا أداة خطيرة وممتازة ومحترمة ولكن الأسرار على الحيدة والروغان هو خيانة علمية خيانة علمية أول ما يتعلم العالم يتعلم التواضع شيء ما عنديش تفسير علمي مادي يقولوا لا أفهمه ولحد الآن يبدو أنه هذا غير مفهوم هذا يخرق نموذج المادي يتعارض معه ليس يتقاطع يقطع معه ما يفعل؟ أنت حر لا تريد أن تفهمنا أن المسألة هذا نصابها ليس هذا نصابها بل هذا نصابها الحرج فيها هو هذا الحرج فيها هو هذا نعود إلى البروفيسور ميلفين موريس قلنا المختص الأمريكي الشهير في علم أمراض الأطفال طب أمراض الأطفال هذا الرجل ذكر شيئا عجيبا حقيقة شيئا والله مبكيا هل يقول لي ماذا؟ لأن البروفيسور ميلفين موريس متخصص تبع الأطفال يعني في التجارب التي يمر بها الأطفال غير البالغين الحنف غير البالغين الحلم أطفال صغار ما عش فدون حين يمرون بتجارب ماذا؟ مقاربة الموت مشارفة الموت والله شيء غريب في الدراسة التي نشرتها الدورية المذكورة قال تجارب الأطفال حين يشارفون أو يقاربون الموت تتطابق تماما مع تجارب الراشدين باستثناء واحد هنا لا يملك المؤمن إلا أن يقول صدق الله ورسوله يبكي قلبه والله قبل عينيه الحمد لله الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت الرسل ربنا بالحق هذا الآية هكذا شيء غيب هذا الآية نقولها في الدنيا بفضل الله قبل أن نقولها في الآخرة لقد جاءت رسل ربنا بالحق ماذا يقول لبروفيسور ميلفين موليس يقول باستثناء شيء واحد الكبار يا إخواني حين يموتون هذا الموت لكن لم يعبروا ولا يعبرون البرزخ لأنهم عادوا تقريبا كثير منهم أو معظم يخبرون عن كيف رأوا أعمالهم رؤية بانورامية رأوا أعمالهم من سن التكليف إلى اللحظة كلها كلها السيئات الحسنة كلها أمامه وحدثتكم مرة عن أخ ليبي حبيبي لقلبي وصادق حدثني عن الرجل يعرفه كيف سقط من فوق جسر فتشبث في آخر اللحظة والجسر كان بعيدا جدا من الأرض لو هو لا مات فجاء من ينقذ بفضل الله تبارك وتعالى ولطفه فلما عاد وهذا شارف الموت طبعا كان مظلوما متفاجئا مما خبر تعرفون ماذا؟ قال يا إخواني حصل لي شيء عجيب في هذه اللحظة التي كنت فيها بين السماء والأرض بين الموت الحياة ويبدو أنه مات هو الموت الأول وليس الموت البرزخي قال رأيت كل أعمالي التي فعلتها في حياتي في لحظة واحدة وأنا الآن قال أعرف هكذا قال لي صديقي وحدثتكم بذلك القصة قبل سنة فضل الله ولا أقول إلا ما سمعت بحرفه بنصه وفصه قال وأنا الآن على علم كل صلاة لم أصلها كل صلاة في أي يوم في أي تاريخ كله وبدأ يقضي صلواته لا إله إلا الله أنتم في المهلة يا إخواني نحن في المهلة استغلوا أعماركم اتقوا الله توبوا إلى الله وعملوا الصالحات حتى تهنأوا فما الموت إلا نقلة لو كان الموت عداً لا استراح أكثر من موتاً موت ليس عدماً الموت نقل وصدق حكيم المعرة حين قال إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشادي اللهم اجعلنا من الراشدين المسعودين المبرورين بفضلك ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين المحرومين البائسين الخائبين الجاهلين والعياذ بالله المغرورين هو هذا المهم يقول لبرفسور ميلفين موريس إلا من هذه الحيثية فقط يفترق الأطفال يقول لا تعرض عليهم أعمالهم لا إله إلا الله صدق رسول الله رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستفيق أو حتى يستيقظ عفواً والصبي حتى يحتلم ونفس الشيء والفتاة حتى تحيض يعني تونس من أين الرسول لهذا؟ لكان عنده تجارب NDE هو لدرسات علمية ولا يقرأ دوريات ولا يعرف قال لك هذا وحي لا أقول لكم إلا ما قيل لي قيل لي هكذا فأنا أقول لكم الأطفال قال غير مكلفين يأتي بروفسور في القرن 21 يقول لك أنا رائد في NDE تبع الـ Children وأنا حسب خبرتي حسب دراساتي وجدت هذا تتطابق تجاربهم وخبراتهم مع خبرات الراشدين من هذا الباب إلا فقط من حيثية واحدة حيثية عرض الأعمال لا تعرض الأعمال